تستمر المفاوضات والمساعدة الدبلوماسية للتوصل إلى حل لقضية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي لجأ إلى سفرة الإكوادور في لندن منذ أشهر انتهى بمنحه حق اللجوء السياسي ما وضع الحكومة البريطانية في مأزق حقيقي عرق لمحاولتها اعتقال أسانج وترحيله إلى السويد ليواجه محاكمة تتعلق باتهامه باختصاب فتاتين في العام 2010 نحن مقتنعون بتوفر عدد من الإشارات التي توحي بأنهم سيجلبونه في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته بتهم التجسس والإرهاب وهذا سيكون يوما سيئا لحرية المعلومات وترفض بريطانيا التعامل مع حق منحه اللجوء في الإكوادور معتبرة أن هذا الأمر لا يغير شيئا في إجراءات تسليمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة